اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يجسد مكانة رياضة الفروسية البحرينية في المحافل الخارجية والإنجازات المتواصلة لرياضة الخيل في مهرجان ريال سكوت الملكي الذي يعتبر من أقوى السباقات في العالم مبينا سموه أن فريق فيكتوريوس دائما ما يكون هدفه المراكز الأولى في المشاركات الخارجية وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود المدرب آرش واسطن والفارس هولي دويل والقيادة الناجحة للمهر برادسيل في السباق وكان المهر برادسيل فاز بسباق من فئة ثانية العام الماضي بنفس المهرجان ليحقق العام الحالي فوزا بالمركز الأول بسباق من الفئة الأولى برفقة المدرب آرش واسطن والفارس هولي دويل وجاء فوز برادسيل بالمركز الأول وسط منافسة قوية ومثيرة حتى الأمتار الأخيرة من الأشواط من الشوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر